السؤال الذي بين يدي من الأخ العزيز الفاضل أبو حيدر من إيران سأقرأ السؤال مثل ما وردني مثل ما هو مكتوب على الورقة أحد المؤمنين احتاج مبلغ من المال لإكمال بناء عقار له وأحد أصدقائه تاجر قال أعطيك نصف كيلو ذهب تأجير يؤجره نصف كيلو ذهب وقيمة الإيجار تسعة غرامات للشهر الواحد كما هو متعارف في سوق الذهب وهو الذي يقترض وهو يحتاج هذا المقدار لمدة سنة وقال صاحب الذهب بأن الشرطة إما تعطي تسعة غرام في كل شهر أو ما يعادل قيمتها من المال في ذلك اليوم سواء ارتفع سعر الذهب أو انخفض وإذا لم يكن عندك القدرة على الدفع الشهري فيكون التسديد في آخر المدة أي نصف كيلو ذهب مضافا إليها تسع أغرامات الإيجار عن كل شهر أو تدفع ذلك نقدا بسعر الذهب في آخر المدة سواء كان السعر أكثر بكثير أو أقل بكثير فما هو حكم هذه المسألة لأنه متحير في ذلك وقد سأل مكتب فلان أشار إلى اسمه لا أريد أن أقرأ الأسماء وقد سأل مكتب فلان ومكتب فلان فلم يعطوه جواب بالإضافة إلى عدد من المعممين ولكنهم تحيروا في جواب هذه المسألة المسألة معقدة مثلما قرأتها عليكم في سؤال أسائل وقد قرأت السؤال بالضبط من دون أي تغيير مثلما وردني قرأته كما هو فقط لم أذكر أسماء أصحاب المكاتب أشار إلى مرجعيتين فقال مكتب فلان ومكتب فلان الجواب يبدأ من هذه القاعدة من أية قاعدة نحن عندنا قاعدة من قواعد الأحكام من أن الأحكام تدور مدار العناوين أتحدث عن الأحكام الشرعية تدور مدار العناوين إنها عنوين الموضوعات عنوين المسائل هذه القاعدة قاعدة مستقات من سيرتهم صلوات الله عليه مستقات من رواياتهم وأحاديثهم أنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل هذه القاعدة أنا أريد أن أجيب على سؤال السائل الأحكام تدور مدار العناوين حينما نتحدث عن عنوان من العناوين هذا يعني أننا نتحدث عن معنون على أرض الواقع العنوان لفظ العنوان مصطلح نستعمله كي يشير إلى معنون على أرض الواقع فلابد أن يكون العنوان منطبقا على المعنون بشكل صحيح وبنحو حقيقي على أرض الواقع لا أن نخطئ في تطبيقي العناوين على المعنوانات لا بد أن تكون العناوين صحيحة في استعمالها وفي انطباقها على المعنوانات الموجودة على أرض الواقع حينئذ نطبق الأحكام على تلك المعنوانات عبر عناوينها آتيكم بأمثلة لتقريب الفكرة ولتوضيح الصورة عندنا مادة مسكرة على سبيل المثال العصير العنب عصير العنب في بعض حالاته يكون مسكرا حاله حال الخمر وحكمه حكم الخمر من جهة نجاسته ومن جهة حرمة تناوله وشربه عندنا عصير عنبي في حالته الخمرية صار خمرا صار مادة مسكرة خمرية فهو نجس ولا يجوز شربه ولا يجوز بيعه وشراءه للمسلم على هذه الحالة لأنه خمر هو لون من علوان الخمر نوع من عنواع الخمر عنوانه خمر عنوانه مادة مسكرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مثلا أو بسبب وضع معين لتلك المادة فانقلبت الى خل تحولت المادة الخمرية المادة المسكرة الى خل بسبب درجات الحرارة العالية أو بسبب ظرف آخر فلما فلما تحولت الى خل صارت مادة طاهرة ويجوز لنا ان نتناولها حتى الاواني يحكم بطهارتها الانية التي كانت وعاء لمادة خمرية حين انقلب ذلك الخمر الى خل يحكم بطهارة الاواني ايضا هنا تغير العنوان ولكنه تغير بسبب تغير المعنوان المعنوان تغير فعلا الخمر صار خلا في الحال في الحالة الاولى عنوانه خمر انه عصير عنبي خمري مسكر في الحالة الثانية صار خلا اصله اصله مادة خمرية لكنه تحول فعلا الى خل تغير المعنون حقيقة على ارض الواقع تغير عنوانه تغير الاحكام هذا هو المراد من هذه القاعدة من ان الاحكام تدور مدار العناوي لابد ان يتغير المعنوان تغير المعنوان يؤدي الى تغير العنوان وهذا يؤدي الى تغير الاحكام التي ترتبط به التغير هنا حصل ليس بسبب الانسان مثل ما قلت لكم ربما بسبب درجة الحرارة العالية في الجو المحيط بتلك المادة الخمرية او لأي سبب اخر وفي بعض الاحيان قد يتدخل الانسان فيقوم باضافة مادة الى ذلك العصير العنبي الخمري بسبب اضافة تلك المادة اليه يحدث تفاعل كيميائي يؤدي الى انقلابه الى خل تغير المعنون تغير العنوان بسبب هذا التحول الكيميائي تتغير الاحكام حينئذ هذه عملية تحويل بمادة كيميائية حولنا العصيرة العنبية الخمرية الى خل هذه عملية تحويل حولنا المعنون فتغير العنوان وتغير الحكم في بعض الاحيان نقوم بعملية اصطناع نحن نصطنع معنونا جديدا كي نرتب الاحكام على عنوانه الذي ينطبق عليه بعد ان اصطنعناه لكن لا بد ان يكون الاصطناع حقيقيا اننا نصطنع معنونا حقيقيا مثلما الحال في الفرار من الصو انسان مسلم بالغ عاقل ليس مريضا لا يوجد مانع يمنعه من الصيام وقد هل هلال شهر رمضان وهو في بيته في وطنه يجب عليه ان يصوم ليس هناك من مانع يمنعه من الصيام هو مسلم عاقل بالغ ليس مريضا هل هلال شهر رمضان وهو في بيته ليس مسافرا يجب عليه ان يصوم شهر رمضان لحالة نفسية لوضع يخصه ما كان يريد ان يصوم يخرج من داره مسافرا في نهار اليوم القادم بعد ان هل هلال شهر رمضان يسافر يقطع المسافة الشرعية التي بسبب قطعه لها يجب عليه ان يصلي قصرا اذا اراد ان يصلي هناك ولا يجوز له الصيام عملية فرار من الصوم المعنون هنا اصطنعه الانسان اصطناعا انا استعملت هذه العبارة استعملت عبارة اصطناع ولم استعمل عبارة صناعة لان الذي قام بتحويل العصير العنبي المسكر الى خل فقد قام بعملية صناعة انها صناعة حقيقية اما ان اخرج من داري فرارا من الصوم فهذه عملية اصطناع انني اصطنع شيئا لانني في الحقيقة لست مسافرا وانما سافرت لاجل ان افطر لكن الذي صار على ارض الواقع اصبحت مسافرا فانا اصبحت مسافرا عنوان السفر تحقق تحقق على ما قمت به من حركة ومن انتقال من بيتي من وطني الى هذا المكان الذي الذي وصلت اليه مسافرا تغير المعنون بشكل حقيقي فانني قد خرجت من وطني خرجت من بيتي وقطعت المسافة الشرعية المعنون تغير وتغير العنوان فانا مسافرا ولست حاضرا في بيتي ولست مقيما ايضا في هذا المكان الذي قد وصلت اليه بعد ان قطعت المسافة الشرعية اذا تغير المعنون وتغير العنوان فتغير الحكم لا يجوز لي ان اصوه لانني في حال سفر لا يجوز لي ان اصوه ها انني قد افطرت ترتب الحكم على العنوان الذي تغير بسبب تغير المعنون على ارض الواقع اعتقد ان الصورة صارت واضحة المعنون تارة يتغير من عند نفسه مثل ما تغير العصير العنبي المسكر بسبب درجة الحرارة العالية وتارة بسبب صناعة من المكلف نفسه من الانسان نفسه يضيف مادة كيميائية الى العصير العنبي حينئذ يتحول الى خل واخرى يقوم الانسان باصطناع الموضوع مثل ما هي الحالة في الفرار من الصيام هذه الامثلة تقرب فكرة مقصدي الذي اريد ان اتحدث عن الامثلة التي ضربتها لكم فعلان تغير المعنوان العصير العصير العنبي المسكر في الحالة الاولى بسبب الحرارة العالي تغير فعلا صار خلا وفي الحالة الثانية ايضا حينما وضع عليه انسان مادة كيميائية تساعد على تغييره الى خال انقلب الى خال وفي حالة الفرار من الصوم فان الذي كان في موطنه صار مسافرا الان بعد ان قطع المسافة الشرعية المعنوانات تغيرت فعلا فحينما تغيرت المعنوانات تغيرت العناوين حينما تغيرت العناوين تغيرت الاحكام هذا هو المراد من هذه القاعدة من ان الاحكام تدور مدار العناوي تتغير الاحكام الشرعية بتغير العناوي لكن العناوين لا بد ان يكون تغيرها حقيقيا كيف يكون تغيرها حقيقيا اذا ما تغيرت المعنوانات تغيرا حقيقيا فان العناوين ستتغير اعود الى سؤال الاخ العزيز ابو حيدر من ايران بخصوص بخصوص مسألة تأجير الذهب الى بقية التفاصيل التي ذكرها في سؤاله الغريب هذا في سؤاله المعقد هذا هذه العملية كلها لأجل تغيير عنوان الربا الى اجارة كل هذا التفصيل المعقد الذي قرأته عليكم فرار من عنوان الربا الى عنوان اخر الى عنوان الاجارة يعني ان العملية صارت عملية اجارة تغير العنوان اذا تغير العنوان حقيقة يتغير الحكم لان الربا حرام قطعا في عملية الاقتراض لو اقترض نصف كيلو ذهب واعاده الى مالكه مع اضافة من الذهب فهذا قرض ربوي القرض الربوي محرم على الطرفين على صاحب الذهب الذي اقرض الشخص الثاني وعلى المخترط الربا محرم على الطرفين لكن قطعا الحرمة الاكبر على الذي يقرض المحتاجين المقترض قد يكون مضطرا لا اريد ان ابحث تفاصيل حالات الاختيار والاضطرار فاذا كان المقرض قد اقرض شخصا مثل ما جاء في السؤال نصف كيلو ذهب واشترط عليه حينما يرجعه اليه ان يضيف عليه مقدارا من الذهب قرض ربوي محرم فهذا الرجل اراد الفرار اراد الفرار من الربا الى الاجار فقال للمقترض اعطيك نصف كيلو ذهب تأجير وقيمة الايجار تسعة غرامات للشهر الواحد الى اخر السؤال انه غير عنوان الربا الى اجار فاذا تغير العنوان يتغير الحكم قطعا هذا الترتيب ليس من التاجر هذا ترتيب اخندي هذا ترتيب اصحاب العمائم التاجر لا يعرف ان يرتب الامر بهذه الطريقة هذا ترتيب اصحاب العمائم وليس من الصغار هذا ترتيب اصحاب العمائم الكبيرة السؤال الذي يطرح نفسه هنا العنوان تغير بحسب هذا التاجر السؤال هل ان المعنون قد تغير فعلا اقول لا في الحقيقة المعنون لم يتغير ولذا فهذه المعاملة معاملة ربوية قطعا قطعا هذه معاملة ربوية قطعا اما اكلاوات الاخندية كلاوات الامام هذه لا قيمة لها لاننا نتعامل مع امام زماننا امام زماننا يكون راضيا اذا تغير المعنون وادى ذلك الى تغير العنوان وادى ذلك الى تغيير الحكم اما اننا نغير العنوان ونحن نضحك على انفسنا ونضحك على الاخرين مع ان المعنون لم يتغير على ارض على ارض الواقع فان امام زماننا لن يرضى عن هذا ابدا احكام الدين مرد مرد العنوان 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 هذه هذه المكاتب التي راجعتها يا ابا حيدر هؤلاء اكلاوشية لا يريدون ان يخرب ما قام به زملاؤهم وربما هم الذين نصحوا هذا التاجر وامثاله بهذه الطرق الملتوية الشيطانية هذه معاملة ربوية قطعا الذي يحدث على ارض الواقع ربا هذا قرض ربوي من دون اي اشكالات القضية واضحة المقترض فيما بينه وبين نفسه يعرف انه ربا والمقرض فيما بينه وبين نفسه يعرف انه ربا واي شخص يسمع بذلك في اجواء السوق والتجارة يعرف انه ربا ويعرفون هؤلاء الثلاثة المقرض والمقترض واهل السوق ويعرفون ويعرفون من ان الامر صيغ بهذه الصياغة للفرار من الربا نعم لو تغير المعنون فحينئذ يتغير العنوان وحينئذ يتغير الحكم لكن المسألة التي وردت بتفاصيلها في هذه الرسالة تتحدث عن عدم تغير في العنوان هناك ذهب اعطي لشخص وسيرجعه الى صاحبه مع اضافة من الذهب اما ان يعيد مالا بقيمة الذهب وتركت القضية مفتوحة هذا جزء من اجزاء هذه اللعبة عنوان الربا ينطبق انطباقا كاملا على هذا المعنون بل انني اقول للسائل هذه العملية لو تمت بشكل ربوي واضح ففيها اثم واحد لو ان مالك الذهب قال لك اقرض كالذهب وحينما تعيده الي تعيده مع اضافة على الذهب وقبلت بذلك واخذت القرض وهو قرض ربوي صريح فالاثم واحد اما بحسب المسألة الاثم اثمان الاثم الاول اثم الربا والاثم الثاني هو اثم الامن من مكر الله هذا مكر مع الله الذي يمكر مع الله يعني انه فيما بينه وبين نفسه امن من مكر الله الويل للانسان الويل للانسان اذا امن من مكر الله الامن من مكر الله اكبر من الربا هذه العملية فيها اثمان فيها اثم الربا وفيها اثم الامن من مكر الله هذه عملية مكر مع أحكام الحجة بن الحسن هكذا يخطط أصحاب العمائم ألا لعنة على عمائمهم ألا لعنة على عقولهم القذرة التي تنتج هذه الأحكام والفتاوى الشيطانية فهذا الأمر فيه إثمان إثم الربا وإثم الأمن من مكر الله لأن الذي يمكر مع الله هذا يعني أنه يستفزع بالله أنه في حالة أمن من مكر الله نذهب إلى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لابد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولما جعلت في ذاك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا أقرأ عليكم من الجزء الثاني عشر من وسائل الشيعة للحر العامل رحمة الله رحمة الله عليه وهذه طبعة المكتبة الإسلامية من أشهر طبعات كتاب الوسائل طيران إيران في الجزء الثاني عشر صفحة أربعمية واثنين وعشرين الباب الثامن الحديث الثاني صفحة أربعمية وثلاثة وعشرين بسنده عن سعد بن طريف عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه أخبث المكاسب كسب الربا كلمة قصيرة تكشف لنا قذارة الربا وقذارة الالتواء على هذه المحرمات أخبث المكاسب المكر الذي يفعل لأجل تحليل الربا هو أخبث المكر مثلما الربا أخبثه المكاسب فإن المكر الذي يمارسه التجار بإجازة من مراجع حوزة الطوس هو أخبث المكر الإمام الباقر هكذا يقول أخبث المكاسب كسب الربا وأخبث المكر هو الذي يعلمه آيهة الله العظمى في حوزة النجف وكربلاء لتجار الشيعة لتحويل الربا من محرم عند إمام زماننا إلى محلل في دينهم القذر في دين هؤلاء المراجع في دينهم القذر إمامنا الباقر يقول أخبث المكاسب كسب الربا وأقرأ عليكم أيضا من أحاديث الباب نفسه صفحة 426 إنه الحديث الثاني عشر عن إمامنا الصادق عن آبائه عن النبي الأعظم في وصيته لعلي التي هي وصية لنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يا علي يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام يسني بأمه في بيت الله الحرام يا علي درهم ربا أعظم عند الله من سبعين من سبعين زنية كلها بذات محرم بأمه بأخته كلها بذات محرم في بيت الله الحرام أعيد قراءة الرواية عليكم عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يا علي يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها 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 مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام يا علي يا علي درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام صفحة أربعمية وسبعة وعشرين عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أيضا ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد أي لعنة هذه وهؤلاء مراجع السوء يضحكون على تجار الشيعة لأنهم ينتفعون من أخماسهم بعد ذلك هؤلاء المراجع السفلة المنحطون يشاركونهم في أموال الربا هذه بطريقة وأخرى ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل وإن اكتسب منه مالا شغل أموال الربا هذه في السوق وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ولم يزل في لعنة الله والملائكة والملائكة ما كان عنده منه قراط واحد والقراط جزء يسير من المال الربا الربا سبعون بابا أهونها عند الله كالذي ينكح أمة عن امامنا الصادق يحدثنا جميل ابن دراج درهم ربا درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام أعتقد أن الأحاديث واضحة ولا تحتاج إلى شرح طويل كلماتهم بينة صريحة وهذا قرآنهم في الآية الثامنة والسبعين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة والتي بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين هذا الخطاب يوجه للطرفين لكنه قطعا قطعا بالدرجة الأولى وبالدرجة الأعظم الخطاب يوجه للمرابين وليس للمخترضين إنما يوجه الخطاب للمخترضين في حاشية الموضوع الموضوع في أصله موجه للمرابي نفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يا أيها المرابي إنك تحارب الله ورسوله صحيح أن الحرب خدعة لكن هذا يكون مع أعداء الله وأعداء رسوله وآل رسوله لا أن تكون الخدعة مع الله وصاحب الزمان أنتم المرابون في الأسواق في أسواق الذهب تقومون بهذا إنكم تعملون بهذه القاعدة الحرب خدعة لكنكم لا تخادعون أعداء الله ولا أعداء رسوله وآل رسوله إنما تخادعون صاحب الزمان أنتم في حرب مع الله ومع صاحب الزمان القرآن هو الذي يقول ما أنا الذي أقول إنها الآية التاسعة والسبعون بعد المائتين بعد البسملة فإن لم تفعلوا إن لم تنتهوا عن الرباء فأذنوا بحرب من الله ورسوله حرب لن تنفعكم من الله ورسوله لن تنفعكم فتاوى المراجع هؤلاء السرسرية هؤلاء المراجع هتلية لن تنفعكم فتاوى المراجع ذلك لا شيء ذلك آيات الله العظمى نواب صاحب الزمان مجموعة هتلية وسرسرية ذلك الآيات واضحة والروايات واضحة فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إياكم إياكم أن تعملوا بهذه القاعدة الحرب خدعة هذه قاعدة نعمل بها مع أعداء الله وأعداء رسوله وأهل رسوله لا أن نعمل بها مع الله وصاحب الزمان هؤلاء أصحاب العمائم الذين يرسمون لكم البرامج الشيطانية كي يغير عنوان الربا هذا تغيير مخادع ما تفعلونه على أرض الواقع هو الربا بعينه وبرنامج المكر هذا مصيبته أكبر من مصيبة الربا الذي يمكر مع صاحب الزمان يمكر مع الله هذا يعني أنه قد أمن مخر الله هكذا نقرأ في سورة النحل في الآية الخامسة والأربعين بعد البسملة وما بعدها أَفَأَمِنَ يَشْعُرُونَ على الشخص وإنما العذاب العظيم أن يمحق دينه أن يتحول حبه لعلي وآل علي من حب مستقر إلى حب مستودع فأكل الحرام سيمحق هذا الحب وعند لحظة الموت سيغادره حب علي وآل علي لأنه كان وديعة وقد يغادره بعد موته السفر طويل من بعد الموت إلى عرصات يوم القيامة مثل ما يقول أمير المؤمنين وهو يوجهنا إلى هذه الحقيقة آه آه من طول السفار آه من طول السفار وقلة الزاد وبعد الطريق أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ومن سورة النحل إلى سورة فاطر وإلى الآية العاشرة بعد البسملة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور النهاية الفشل النهاية الفشل إمامنا الكاظم يقول ما الدنيا إلا صبر ساعة وحق الكاظم ما الدنيا إلا صبر ساعة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هنا الطهارة وهنا النقاء في فقه العترة الطاهرة وهناك القذارة في فقه مراجع حوزة الطوسي في هذا الاحتيال والمكر القذر والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومقر أولئك هو يبور أعتقد أن الجواب صار واضحا وصار واضحا جدا لكنني أذكر سائلة من أن الإثم إثمان إثم الربا وإثم الأمن من مكر قطعاً إنني أتحدث عن المكلف في حال الاختيار أما أن يكون المكلف في حال الاضطرار فإنني لا أستطيع أن أحدد له درجة اضطراره ومدى حاجته لأن يفعل هذا الأمر هذه قضية راجعة إليه هو الذي يعرف الضرورة بالنسبة إليه خصوصاً إذا كان الأمر في أجواء التجارة وعمل السوق أتحدث عن المقترض وليس المقرض المقرض ليس هناك من ضرورة بالنسبة إليه إنما أتحدث عن المقترض المقترض قد يكون في ظروف أنا لا أعلمها لا أستطيع تشخيصها بدقة مسائل تحديد الإضطرار تختلف من شخص إلى شخص قد تكون المسألة بالنسبة لي ليست ضرورية لكنها قد تكون بالنسبة لك ضرورية وقد يكون العكس الظروف التي أعيشها تختلف عن ظروفك إذا كان الأمر ضروريا بالنسبة لك أو بالنسبة لآخرين ترتبط حياتهم بظروفك وشؤونك فهذا أمر أنت تحدده إنني أتحدث عن المقترض أما المقرض فليس له بأي حال من الأحوال من ضرورة تدفعه أن يفعل ذلك المقترض قد يكون مضطرا إلى ذلك لكنني بينت الحكم بشكل واضح وبشكل صريح ومن أن العمل هذا يشتمل على إثمين هناك إثم الربا الذي هو موجود على أرض الواقع وإن حاول هذا المرابي أن يغيره بعنوان الإجارة هذا تغيير مزيف فإن المعنون لا زال قائما على أرض الواقع ومثلما بينت لكم فإن الأحكام تدور مدار العناوين لكن العناوين إذا ما تغيرت لا بد أن تكون المعنوانات قد تغيرت حقيقة على أرض الواقع وهذا ما لم يحصل بحسب المذكور في السؤال الذي تلوته في بداية الحلقة نذهب إلى فاصل